لعبت مع هديكوتي كابتن شريف صح؟ أولي هديكوتي أولك هديكوتي أول مطشاط أهلي وزمالك تفتكرها بنسباك كانت فيه يعني حالة آه لعبت قدام فرقة أكبر مني مثلا كل عيب في نات زمالك فيهم بتمان سنين تسع سنين يعني لعبت قدام محمد توفيق محمد توفيق دا كان لبرو أو ستوبر في نات زمالك كوي جدا يعني متخب مصر وكان بيلعب جنبه محمود سعد أو غانم سلطان وعليمين محمد صلاح وسامي منصور ناحية الشمال أكبر مني بكتير جدا فرقة جفر حسد شعاتها طب بصري كان علي خليل وأعتقد وحيد كامل وفي حد تاني كان مين تقول المكافأة خدتها من نادي الأهلي يا كابتن كانت بعد مكش الأهلي وزمالك المكافأة كالجماهيرية الأول طبعا أنا راجع من الأستاذ مش عارفين نروح النادي ازاي نروح لغاية من ناحية الشمال كده من عند الأستاذ وتمشي صلاح سلم للآخر خالص وبعاية تيجي من العين الصيرة مقفولة والناس بقى ايه صواريخ وبومبوني وشربات بيضي ومفيش مساحة تمشي فيها تردي تاني كل ده وترجعي تاني صلاح سلم وتيجي عايزة تمشي من شارع رمسيس أو تمشي من على النيل من عند شبرة عشان توصلي من جمال الجماهير اللي هي موجودة في الشوارع حب الناس ويومها كان كابتل مصطفى عبدو هو اللي جاب الجون فانا مصطفى عبدو طبعا هو اللي جاب الجون وكسب نواحد سنفر ومعرفشي فانا تلعت عدت جامتة كابتل الخطيب قدامه هو كان بيقعد في الكورسي فالجماهير بقى جات قلبت الدي ايه اللي راح لمصطفى باي كسرت ايه وانا ايه على الجنب الخطيب بقى طبعا يمكن انا عادتي في الاوتوبيس كانت اكبر شهرة لها في اليوم ده مع الناس وتعارف وتفرجت على اجواء انا مش بتعود اتفرج عليها بالشكل ده فده بيبقى يوم الحقيقة لما تقول متوفقة فيه او اي حاجة او انت مركزة او ربنا بتجيلك فيه بداية يعني سي في كبيرة اوليك مع شيرت الاحق